بسم الله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير الله يعطيكم العافية جميعا طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله وعلى بركة الله شباب رح نستكمل معكم هالدرس اللي بلشنا بعد ما تعرفنا على الهرمونات وأنواحها وآلية عملها ومكان تصنيحها ووظائفها اليوم بدنا نكمل شرحنا فيما يخص يا أستاذي هاي الهرمونات وين مكان يا أستاذي إنتاجها وشو وظائفها وشو يا أستاذي أو شو بتعمل إلي للنبات عشان يتم نموه أو تساقط أوراقه أو والله ينضج اكتمار أو إلى آخر تمام شباب طيب ممتاز لا تنسوا شباب الله يرضى عليكم الاشتراك بقناة اليوتيوب وأيضا إخوان تفعيل زر الجرس وأيضا نضمام لقروبات الواتساب والتليجرام موجودة روابطهم في أسفل الشاشة في المزيد وأيضا يا أستاذي ابعتوا هاي الحصص وهاي المادة لكامل زملاكم فالدال عليه كفاعل فالدال على الخير كفاعل الشباب طيب ممتاز تعالوا بشكل سريع يا أستاذي اللي هو الموضوع اللي هو اللي بعده وبعد ما خلصنا يا أستاذي إحنا مين يا أستاذي الموضوع اللي قبل هذا اللي هو يا أستاذي نضج الثمار اليوم رح مبلش أخوان بمين؟ بتساقط الأوراق الآن أنا قلت لك كمعلومة إذا بتتذكر أنه الهرمون المسؤول يا أستاذي عن تساقط الأوراق كمان الإثلين يا أستاذي فالاسئين اللي دخل في نطج الثمار وأيضاً اللي دخل في تساقط الأوراق طيب ركز معي فبيقولي como يعني معلومة يا إخوان يحمي تساقط أوراق النبات في فصل خريف النبات من 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 الجفاف يعني أنا بدي أفهم شو الوظيفة الأساسية أو أهمية تساقط الأوراق لنباك شو أهميته بتقولي أنه بيحمي من الجفاف أهمية أي شية أستاذي اللي هو مين اللي هو تساقط الأوراق هيأ أهمية تساقط الأوراق بتقول لي يا أستاذي بيحمل نبات من مين من الجفاف فهذه معلومة ممكن يجيب لكها في الامتحان المعلومة الثانية وتنقل النباتات بعض المواد الضرورية الموجودة في الأوراق قبل تساقطها وتخزنها في خلايا مين الخلايا اللي بتخزنها فيها اللي هي الخلايا البرانشيمية يا أستاذي للصاق والجذر إذن لو قل لي في الامتحان وين يتم تخزين الغذاء وأين يتم أين إيش يا أخوان يتم تخزين إيش يا أستاذي اللي هو الغذاء أو المواد الضرورية المواد الضرورية في النبات بتنجي بتقول لي يتم تخزينها في مكانين أول مكان يا أخوان اللي هو من الخلايا البرانشيمية وين موجودة في الصاق ومن والله هو الله يرضى عليكم والله يرضى عليكم اللي هو الجذر طيب المعلومة الثانية يا أستاذي شو بيقول لي تفصل الورقة عن الصاق قرب عنق الورقة التي إيش بيسوي تضعف أو تضعف نتيجة تحلل مين إخوان تحلل السكريات الموجودة في الجذر الخلوية بفعل عدد من الأنزيمات يعني بدي أفهم يا أستاذي كيف يا أستاذي بيتم تساخط للأوراق بتقول لي يا أستاذي هون علل كيف بيتم تحللها أو علل كيف يا أستاذي بتنفصل الورقة هون أنا لو قل لي هون كيف بتنفصل الأوراق فأنا بدي أكون مجاوبة هون على كلمة علل عشان أنت تفسه بتقول لي أنه تضعف نتيجة تحلل مين إخوان تحلل السكريات في الجذر الخلوية يا أستاذي تمام لخلايا بفعل عدد من مين من الأنزيمات تمام والتي يسهم الإيثيلين إيش إخوان إسهاما فاعلا في تحفيزها إذن لو قل لي شو وظيفة الإيثيلين لو قل لي في الامتحان ما هي وظيفة اللي هو الإيثيلين في إيش إخوان في تساقط مين إخوان الأوراق لو قل لي إيش أهمية الإيثيلين أو وظيفة الإيثيلين في تساقط الأوراق الإيثيلين إيش بتقول لي يعمل على إيش يعمل على تحفيز أنزيمات تعمل على إيش على يا أستاذي على اللي هو تحللها يعمل على ايش هذا الاثيلين هاي وضيفته يا أستاذي تجي بتقولي يا أستاذ أنس ايش بسوى الاثيلين بتقولي هون يعمل على تحفيز انتاج ايش انزيمات ايش بسوى انزيمات تحلل ايش اخوان اللي هو الجدر الخلوية السكريات السكريات وين موجودة في الجدر الخلوية وهي بالأخص إيش منسميها يا أستاذي السيليلوز يعني بيعمل على إنتاج أنزيمات هاي الأنزيمات هي اللي بتساعد على تحلل مين تحلل يا أستاذي اللي هو الجدار الخلوي للورقة يا أستاذي ومما يؤدي ذلك إلى إيش إلى نشفانها وفصلها وسقوطها وهانا بيقول لي وكذلك يسهم أيضا كل من الرياح يعني أنا كمان عندي مين غير إنه الإثيلين بيسهم في تحفيزها عندي يا أستاذي الرياح الله يرضى عليكم ووزن الورقة يؤدي ذلك إلى انفصالها وسقوطها فأنا عندي الرياح هاي كمعلومة مهمة فأنا عندي شغلتين الأنزيمات يا أستاذي بتحلل وعندي الرياح بتساعد أيضا على تساقط الأونق طيب نروح لآخر إيش يا أخوان لسكون البذور طيب سكون البذور إيش المقصود فيه بيقول لي هون في مرحلة نضج البذور إيش يرتفع تركيز حمض الأبسيسيك يعني أنا بتفهم إنه تركيز حمض الأبسيسيك هون إيش بيصير إليه ارتفاع ما يؤدي إيش بيسوي الأبسيسيك أيه ما يؤدي إلى تثبيت عملية الإنبات وتحفيز إنتاج بروتينات تساعد البذور على مقاومة عوامل الجفاف التي تمر فيها يعني أنا مطالب أفهم إنه يا عمي في سكون البذور يا عمي أنا عندي تركيز حمض الأبسيسيك دائما بيكون إيش بيرتفع طيب لما يرتفع الأبسيسيك إيش بيسوي بدك تعرف يعمل على تثبيت عملية الإنبات وتحفيز إنتاج بروتينات تساعد على مقاومة الجفاف فأنا عندي وظفتين لما يرتفع تركيز الأبسيسيك إيش أهميته أو وظيفته وظيفة الارتفاع بتقول لي أول شي بتثبط عملية الإنبات اتنين إخوان تساعد عمين على اللي هو يا أستاذي تحفيز إنتاج بروتينات تساعد على مقاومة مين مقاومة مين الجفاف طيب بقولي المعلومة الثانية وما أنت توفر لهذه البذور الظروف المناسبة مثل الهطل يا أستاذي ينخفض تركيز الأبسيسيك طيب لو قل لي يا أستاذي متى ينخفض تركيز الأبسيسيك متى ينخفض إيش إخوان ينخفض تركيز الأبسيسيك بتقول لي بينخفض لما يبلش عندي الهطل فبيتم منخفاض لمين إخوان إنخفاض الله يرضى عنكم للأبسيسيك ما يجعلها تنهي طور من السكن يعني أنا بدي أكون فاهم طول ما في عندي جفاف الأبسيسيك مرتفع فالأبسيسيك إيش بيثبت عملية الإنبات وأيضا يا أستاذي بينتج بروتينات تساعد على مقاومة الجفاف تمام تمام طيب في حال لما انبلشت الدنيا تشتي على هذا النبات ببلش يا أستاذي إيش يصير في الأبسيسيك ينخفض تركيزه إذا انخفض تركيزه ببلش نتيجة الهطل يعني مين اللي بدي خلي تركيز الأبسيسيك ينخفض في النبات سبحان الله لما تسقط الأمطار ببلش ينخفض هذا التركيز ما يجعل إيش يا أستاذي بيسوه فيه بينهي طور مين بينهي طور السكن تمام فإنت بدك تعرف لي هاي المعلومة وتكون حفظها زي اسمك طيب نيجي لآخر إيش يا أخوان لمين لإنبات البذور إنبات البذور أنا قلت لك يا أستاذي الجبريلينات هي المسؤولة عن إنبات البذور تمام فإحنا أخذناها فوق تعد أجنة البذور مصدرا غنيا للجبريلينات تمام وأنا قلت لك يا أستاذي الجبريلينات موجود في المناطق الحديثة زي الجذور زي البراعم زي الأوراق حديثة النمو تمام فأنا بيكون غنية بمين بالجبريلينات فهاي بتساعدني على إنبات البذور فبعد امتصاص البذور الماء أوكي يا أستاذي بيقول لي هون يطلق الجبرانين من الجنين يعني من وين بتم إطلاق الجبريلي من الجنين البذرة أو جنين اللي خلينا نقول النبتة في إشارة إلى أن البذرة قد أنهى الطور من السكون وآخذ التنبت علما بأن بعض أي شيخوان بعض البذور التي تحتاج إلى عوامل بيئية معينة لتنبت مثل التعرض للضوء تنهي طور السكون وتنبت يا أستاذي في إذا عولجت بمين بالجبريلانين دون الحاجة إلى التعرض لعوامل أخرى يعني بيقول لك يا عمي أنا قادر أجيب الجبريلانين بدون ما أعرضها لمين زي الأضوء وبخليها إيش يا أستاذي تنمو هاي مين البذور إذا كانت في مرحلة الجنين تمام يا أخوان طيب ممتاز هيك يا شباب بنكون خلصت يا أستاذي أذهب الهرمونات في مين في إنبات مين البذور طيب نيجي للإزهار يا أستاذي مين اللي بيساعدني على الإزهار ركز معي بقول لي هون كمعلومة تشكل الأزهار من البرعم القمي طيب أو برعم إبطي يعني أنا عندي برعمين برعم قمي وبرعم إيش ما له إبطي وتعمل الأوراق على استشعار التغيرات في مدة الضوء في إنتاج مواد خاصة تحفز البراعم إلى الإزهار يعني سبحان الله البراعم مين اللي بيحفزه عن طريق مين يا أخوان عن طريق الأوراق هي اللي بتحفز طيب وفيما يخص النباتات النهار القصير في عندي نباتات نهار قصير والنباتات ذو النهار الطويل طيب شو الفرق بينهم تعركز معي بقول لي هون فإن تعرض الورقة الواحدة منها فقط لكمية الضوء ضرورية كافة ليحدث إيش الإزهار يعني تبعوت النبات القصير يعني إذا تعرضت لشوية ضوء عادي بتنمي بتنبث بينما في نباتات بدها يا أستاذي نهار طويل عشان اتمي الإنبات فكشفت العديد من التجارب العلمية أستاذي المحفزة المادة المحفزة التي تشكل إزهار تنقل النبات التي توفر فيه شروط الإزهار إلى النبات آخر لا تتوفر شروط فيه إيش الإزهار الذي يتضمن إيش أستاذي قص جزء من ساق ثم تطعيمه في نبات آخر ومن الملاحظ أن محفز الإزهار في النباتات النهار الطويل والنهار القصير شماله على الرغم من عدد ساعات ضوء لازمة بقول لي في كلا النوعين وفي سياق متصل ظل هرمون الإزهار إبنا نحفظه الفلوروجين هذا الهرمون مجهول الهوية مدة تزيد عن سبعين عام يعني أنا بدي أفهم في عندي هرمون بدك تضيفه فوق الهرمونات الخمسة الفلوروجين هذا الهرمون إيش وضيفته يا أستاذي بيعمل يا أستاذي على الإنبات للنباتات تبعوتي النهار الطويل وأيضا النهار من إخوان النهار الطويل وأيضا النهار من القصير فهذا النوع إيش وضيفته يا أستاذي بيعمل على الإزهار هرمون من الفلوروجين تمام يا أستاذي احفظوا طيب ما المقصود بنباتات النهار القصير ونباتات النهار الطويل إنه النهار القصير تأخذ كمية ضوء كافية فبسوي إنبات النهار النهار الطويل بدها تحتاج لكمية أكبر من الضوء عشان تسوي عملية الإنبات أو عملية الإزهار اللي بساعد في الأزهار الثانتين شو اسم الهرمون اللي هو هرمون الفلوروجين تمام يا أستاذي طيب ممتاز تعال تطلع علي هسة هون بقول لي إنه هون الإزهار في النباتات النبات القصير والنبات الطويل اطلع علي نبات النهار القصير يلزمه أقل من إيش من 12 يا أستاذي خلينا نقول ساعة لكي يزهر بينما 對 النبات النهار اللي هو خلينا نقول بدل أن نبات النهار تطعيم نبات نهار القصير بنواة طويل فالنبات الطويل يلزمه أكثر من 12 يا أستاذي خلينا نقول ساعة تمام فالفكرة اللي بدأ وصل لك هي أنه هذي إذا أخذ شوي ضوها يسوي عملية البنالوي لكن هذا بده وقت يطويق يعني ما فيش فيهم مخ كثير طيب تمام يا أخوان طيب نيجي لآخر إيش عنا يا أستاذي بهذا الدرس اللي هي استجابة النباتات للمؤثيرات أو للمؤثيرات الكيميائية أو الميكانيكية كيف يعني الميكانيكية؟ هسا رح نعرفك مجموعة شغلات أنه النبات بيستجيب لعلها ركز معي تتصف النباتات بحساسيتها الشديدة للمؤثيرات الميكانيكية في بعض أنواع النباتات إخوان إذا لمسته بيصير له إنحناء أو والله يا أستاذي بيفقع زي النبات هسا رح نأخذه يا أستاذي قثاء خلينا نقول فيه هسا رح نجي اللي هو القثاء هذا البنفجر تمام؟ أوكي رح نجي هسا لقدام طيب تعال تطلع عليه هسا بقول لي في بعض أنواع النباتات إنه لما نتلمسها بصير له إنكي ماشي فبقول لي كمعلومة تطلع عليه بقول لي هون فمثلا عند قياس طول ورقة بمصطرة قد يؤثر وضع المصطرة على سطح هذه الورقة في نموها وقد يعني هذا النبات بيكون حساسة كثير يا أستاذي في نباتات حساسة يعني إذا بتلمسها خلص بيقولك والله ما بنمو يعني حساسة لأبعد ما تتصور زي بعض الناس يا أستاذي وقد ينتج إيش يا أستاذي من فرق الساق مرات عدة يوميا في النبات القصيرة مقارنة بالنوع نفسه لم تفرق إيش رح يصير يا أستاذي رح يصير فيها خلل في نموها طيب أما النباتات المتسلقة ومنها العنب فلها محاليق تلتف يعني أنا في عندي نوع إيش بيصير إليه التفاف تمام يا أستاذي إن وجدت وفي هذه التركيب المتسلقة تنمو مستقيمة إلى أن تلامس جسما صلبا فيحفز التلامس استجابة الالتفاف يعني زي العنب يلتف في التفاف تمام في بعض النباتات بتنثني عشان هيك سبحان الله العنب أول ما يلامس إيش يصير يلتف حولينه وينمو للأعلى تمام من النمو غير متماثل خلال الجانب المحاليق ويطلق على عملية النمو هاي اللي هي الموجه الانتحاء اللمسي فإذن شو المقصود لو قللي في الامتحان ما هو المقصود بالانتحاء اللمسي بتقول لي يا أستاذي هي عبارة عن إيش بتيجي بتقول لي عبارة عن إنه التفاف هاي التفاف مثل العنب التفاف حول الدعام إن وجدت وهذا التركيب متسلقة تمو بشكل مستقيم فيحفز تلامس استجابة النبات على التفاف في النمو غير متماثل الخلال في المحاليق ويطلق على هذا النمو إيش يعني بدك تبلش معاي بتقول لي هي عبارة عن تراكيب متسلقة وتكمل طيب ومن الأمثلة الأخرى على استجابة النباتات المثيرات الميكانيكية مين منسميها سلوك أوراق نبات الميموزة الميموزة يا أستاذي هذا هذا نبات إيش قصته بقول لي هون المركبة عند ملامستها إذ تنطوي وريقات بعضها نتيجة فقدان ضغط الامتلاء في وين في الوريقات يعني إنت أول ما تلمسها يا أستاذي إيش بيصير بيصير إلها انطواء الميموزة هذه هذه الوريقات على بعضها في فقدان ضغط إيش بنسميه ضغط الامتلاء في الوريقات طيب وتسهم في هذه الاستجابة في حماية إيش من آكلات الأعشاب بنسميه ضغط إيش الأمتلاء إذن ضغط الامتلاء هذا لو قل لي ما المقصود بضغط الامتلاء بتقول لي عن طريق ملامسة النبات تنطوي من عند كلمة تنطوي تمام تنطوي يا أستاذي لهذه الوريقات بعضها من بعض نتيجة فقدان ضغط الامتلاء يا أستاذي في خلايا الوريقات بقول لي هون بقول لي ويعرف ضغط الامتلاء هون بأنه وهي تعريفه يا أستاذي ما المقصود بتقول لي ضغط يوجه الجدار الخلوي للخلية النباتية بعدها تدفق الماء وانتفاخ الخلية بسبب الخاصية الأسموزية تمام اللي هو الماء فأنا ضغط الامتلاء هيتعريفه تمام طيب ممتاز يلا أروح لي بعده هانا بفرجيني المثال إذا أنا لمستها يا أستاذي كيف بنتيسير إليها إيش خلينا نقول انطواء يا أستاذي فيما يخص هاي النبتة طيب تعالوا اطلعوا لي الآن على هذا المثال يا أستاذي تأثى التركيز السايتوكاينين والأكسين في تمايز الخلايا هاي الرسمة مهمة وبدأك تستنتج جاي جابوا يا أستاذي ثلاث أينات خلايا غير متمايزة من النبات جابوا الجذول جابوا الصاق تعالني يجي لأول واحد يا الله عشان تفهم أنا هون كان تركيز السايتوكاينين ايش ماله قليل وتركيز الأكسين ايش ماله مرتفع فبتلاحظ انه أنا بلش عندي الخلايا اللي هو كانت غير متمايزة الآن نتيجة الأكسين وقلنا لك هذا الأكسين رح يساعد على النمو يا أستاذي يتم إنتاجه فيه الله يرضى عليكم في القمم النامية بيعمل الآن على التحفيز الخلايا الغير متمايزة فبيخليها متمايزة كيف يعني بخليها متمايزة يعني احنا أول ما نخلينا لهم خلية واحدة فسبحان الله بفعل الانقسام المتنصف داخل اللي هي البويضة المخصبة بلش الآن يتكون عندي الأنسجة الأعضاء الأجهزة وتتخصص كل واحد اللي وظيفته تمام خلايا عصبية خلايا عضلية فأنا بدي أفهم هون انه اللي يساعد على تمايز يا أستاذي اللي هو خلينا نقول الخلية النباتية هاي الأكسين لمستوى كان عالي الصيتوكينين كان مستوى منخفض طيب الآن تعال لاحظ كمان انه أنا عندي كمان الأكسين في الجذر كان مستوى إيش عالي لكن صار مستوى اللي هو الصيتوكينين إيش ماله يا أستاذي منخفض اثنين بالمية فأنا مش المصلحتي انه الصيتوكينين يكون مستوى مرتفع تمام؟ لأنه أنا عندي الأكسين كل ما كان مرتفع كل ما ساعد على النمو تمام هس انا بفعل الاكسين نمى عندي مين الجذر طيب هذا الجذر نمى ايش بوجود مستوى عالي من الاكسين لكن لما انتيجة تطلع على الصاق مين اللي ساعد على نمو الصاق يا استادي اللي هو السايت وكاينين كان مستوى قديش لما اضفت واحد ملي جرام يا استادي هون ايش صار في الصاق نمت يا استادي تمام وعندي الاكسين ايش ماله اصبت فانت ثلاث شغلات بدك تميزها هون هون مستوى الاكسين اللي هو قليل وهون مستوى السايت وكاينين او خلينا نقول هون السايت وكاينين قليل والاكسين مرتفع هون يا استادي كمان السايت وكاينين منخفض والاكسين مرتفع هون العكس الاكسين او السايت وكاينين مرتفع والاكسين ايش ماله منخفض بس كمعلومة بيقول لي مين ساعد على النمو طيب تعروا علي بعد واخر ايش بيقول لي دور الأكسينات والصايتوكاينينات يا أستاذ في مين في زراعة النسجية تعالوا اطلعوا بقول لي هون تؤدي الأكسينات والصايتوكاينينات هاي هون خلينا نميزهم الصايتوكاينينات والأكسينات دورا مهما في مين إخوان في تحفيز انقسام الخلايا فعنده اكثار نسيج من الخلايا البرانشيمية في أنبوب اختبار تمام حطينا يحوي من الأكسين لوحظوا أن هذه الخلايا تنمو وتصل حجما كبيرا دون أن تنقسم يعني أنا الأكسين لما أحط مادة أو أحط خلايا برانشيمية معاها الأكسين يا أخوان ايش صار يا أستاذي بلشت هاي الخلية ايش ما لا هيزيد حجمها ولكن ما ايش ما نقسمها تمام وأنه عنده تم أو عنده إضافة مين أخوان السايتوكاينين والأكسين مع بعض تبدأ هذه الخلايا بالانقسام علما بأن إضافة السايتوكاينين واحدة لا تدخل الخلايا في طور الانقسام وبالمثل فإن نسبة السايتوكاينين إلى الأكسين تعد عامل المهم في تمويز الخلايا يعني أنت بدك تفهم أي خلية عشان أحفزها على الانقسام ما بصير أحط فيها سايتو كاينين لحال أو أكسين لحال عشان أحفزها على 간قسام بدي أحط الأكسين والسايتو كاينين يا أستاذي عشان يا أستاذي تنقسم ويتم نموها تمام يا اخوان طيب ممتاز الروح يا اخوان لاخر اشي يلا عنا بهذا الدرس اللي هو مين يا اخوان التكيفات وين يعني بتلاحظ المعلومات الاخيرة عبارة عن كلام انت بدك تكون فاهمه من مين من ايش من الحصة اللي قبل هاي تمام يعني انا لما اخدت وضافت رمونات عرفت بس اهل فاصلي كمعلومات اساسية طيب التكيفات الغذائية للنباتات تحصل معظم النباتات على المواد الاولية التي تلزمها يا اخوان وين ها اركز معي بيقول لي هون تحصل اللي هو من النباتات على المواد الاولية لتصنيع الغذاء من التربة عن طريق جذورها طيب منتاز لكن بعضها تكيفة الحصول على هذه المواد اضافة الى توفير الغذاء بطراق مختلفة طيب تعني جي اللي هي هاي الطراق ايش اول طريقة بسميها النباتات الهوائية سبحان الله هذا النبات بننمو على صاق كبيرة تمام على نبات كبيرة بننمو هون فهذا النبات بعيش في الغابات الماطر عشان هيك بتظلها المطر على مدار العام فهذا النبات عن طريق اوراقه بياخذ كمية اكبر من الماء وظل عايش بس بعيش متسلق خلينا نقول تمام اللي هي النباتات الهوائية بقول لي هون تعيش هذه النباتات على سيقان نباتات اخرى دون ان تتصل بجذورها بالتربة سبحان الله يعني هذا النبات طيب كبير ظل عايش هو بيلتصق بساق النبات ولكن كبير ظل عايش لما انتشت الدنيا يجمع في اوراق ومين الماء بظل عايش عليه وتحصل على الماء والعناصر الغدائية وامتصاصة من الاوراق التي تهطل عليها الامطار صعب هاي؟ هاي انا ايش بسميها اللي هي الاوراق المتسلقة تمام؟ يعني عن طريق الامطار اللي بتنزل تستفيد منها طيب عندي النباتات الطفيلية هاي زي ما عنا كائنات طفيلية عنا نباتات طفيلية هاي بتنمو على الاشجار لكن بتعمل جذورها على افراز انزيمات بتحطم اللي هي الخشب في هذا النبات فبتحط اللي هو جذورها وبتصير تنتص الغذاء الجاهز من النبات تخيل يعني هاي عايشة بطلة بلطج يا أستاذ متطفلة تحصل نبتات على الماء والعناصر اخوان هاي كيف بتحصل على الماء والعناصر؟ بقول له هون تحصل هذه النبتات على الماء والعناصر والسكر من ايش؟ من اللي هو النبات العائل اللي بتعيش عليه وتمتاز بانها لها جذورا تخترق انسج الوعائية في النبات العائل تمام؟ هاي الجذور ايش بسويها ما يمكنها من اخذ حاجتها من الماء والغذاء تمام؟ فاذا هاي بتنمو على النبات في الها جذور بتفرز انزيمات تعمل على اختراق هاي الجذور بسير تنتص تطفل طيب اخر ايش عندي نباتات اكلات مين؟ اكلات اللحوم اخوان يمكن لهذا النوع من نباتات القيام بعملية البناء الضوي يعني بيقدر يسوي عملية بناء الضوي ونظرا الى عيشته في بيئات ايش من الحمضية وافتقارته ربته الى عناصر غذائية ضرورية مثل النايتروجين فقد ايش تكيفت لتوفير ما يلزموا من هذه العناصر عن طريق مين يا اخوان؟ عن طريق استياد مين؟ استياد الحشرات وبعض الحيوانات الصغيرة والموجودة عندنا تمام شباب؟ فانا بدي افهم انه هدولة التلات انواع اللي يرضى عليكم فيما يخص اللي هو احكوا معاي اللي هو هاي النباتات يعني يا بتكون متسلقة يا اخوان يا بتكون الله يرضى عليكم اللي هي يا استاذي متطفلة تمام يا بتكون انها بتطفل عمين على الكائنات الاخرى او بتكون يا استاذ الله يرضى عليكم اللي هي احكوا معاي بتكون خلينا نقول اكلة اللحوم وكيف اكلت اللحوم يا اخوان هاي اكلت اللحوم انها بتسوي عملية بناء ضويل لكن البيئة تبعتها حمضية فما بتقدر يا استاذ انس ايش انها تمتص الله يرضى عليكم مين انها تمتص خلينا نحكي احكوا معاي شباب ما بتقدر انها تمتص خلينا نقول اللي هو المواد الحمضية الموجودة فايش ما لها بتتغذى على الكائنات من الحية الاخرى تمام يا استاذي طيب ممتاز خلينا نيجي للمعلومة الثانية بيقول لي هون وبعض الحيوانات الصغيرة ويحاصرها اوكي 100% فبيقول لي المعلومة الثانية ويحاصرها من هذا النوع من النباتات والحشرات يعني حشرات حيوانات صغيرة داخل مين بعض هذه الاجزاء مثل الزهور ثم يفرز انزيمات كيف بموت يا استاذي عن طريق افرازه انزيمات تسهم في هضم الفرائس انظر للشكل وهذا الشكل زي ما انتم شايفين بيوضح يا استاذ انس مين بيوضح كيف عمل اكلت اللحم اذا بتيجي بتقول لي لو قللي في الامتحان تكيفات الغذائية يا بتكون النباتات هاي ايش ما لها اللي هي هوائية يا بتكون ايش ما لها طفيلية يا بتكون من اكلات مين اللحم طيب ممتاز هيك بنكون خلصنا مين اخوان خلصنا الله يرضى عليكم اللي هو هذا النبات طيب نيجي لأسئلة مراجعة الدرس بشكل سريع بقول لي هون اوضح كيف يستجيب النبات للضوء قلنا لك عن طريق افرازه هرمون الاكسين بيسوي انتحاء اما ضوءي او انتحاء ارضي فهاي المعلومة ايش ما لها فهاي المعلومة الاولى اللي انا مطالب ايش اعرفها ودرسها طيب المعلومة الثانية من مقصود بالهرمونات النباتية قلنا لك هي مواد هيا هي هون بدك تعرف لي ياها استاذ الله يرضى عليك هي مواد تنقلها هي مواد تنقل ايش رسائل ايش اخوان كيميائية بتنقل رسائل كيميائية اخوان وين في النبات التي يحتاج اليها بتركيز من خطب في النبات بتركيز ايش ما لون منخفض وهاي موجودة عندنا منخفض تمام وهاي موجودة عندنا طيب فسر سبب كل ما ما يأتي انضاج الاثيلين اخوان لمين انضاج الاثيلين عدة اثمارا عدة في آن معا يا استاذ ضمن امكانية واحدة بقول لي ينتج الاثيلين وينفي الثمرة اخرى بسبب حالته الغازية ليش يا استاذ في الثمرة اخرى اذا يعمل على انضاج مين الثمار وهو ايش بنقوسين حالة ايش غازية يعني هذا الوحيد من الهرمونات اللي بتكون حالته غازية طيب اتنين بقول لي هون نمو الجذور نحو الأسفل في النباتات مين في النباتات الوعائية ليش بتم نمو للأسفل في النباتات الوعية اخوان بتقول لي تحتم النباتات على ايش اللي هي على البلاستيدات الخضراء تمام غنية بالحبيبات النشا وتوجد هذه في البلاستيدات الخضراء القريبة من نامية بترجع لها بالله على الصفحة الموجودة عندنا في النمو اثنين قارن بين دور الأكسين يا أستاذي والصاج في الحصول للنبات على نبات كامل من الزراعة النسجية بتيجي بتقول لي تركيز متوسط من الهرمونين بتساعد على النمو هدولا كلهم الموجودين هسا أخذناهم وضح السباب التي تدفع بعض النباتات الى أكل اللحوم نظرا انه البيئة تبعتهم بتكون ايش البيئة حمضية وافتقار التربة الى بعض العناصر من الغذائية تمام يا أخوان يعني هدولا بتقدر تجاوبهم من مين يا أخوان بتقدر تجاوبهم الله يرض عليك من الدرس تمام طيب ممتاز هيك يا أخوان بنكون خلصنا من هاي الوحدة بخيرها وايش وبشرها ان شاء الله رح أنزل لكم إجابات أسئلة الدرس وإجابات أسئلة الوحدة على قروب التليجرام شباب فالكل اللي ما دخل لهذا القروب يدخل ظل علينا يا أستاذ ان شاء الله الوحدة الثانية الموجودة عندنا في هذا النبات اللي هي التكاثر للنباتات خلينا نقول مين اللي هي البذرية يا أستاذي فأنا مطالب أعرف كيف النباتات البذرية وخصائصها بالتكاثر هاي ان شاء الله الوحدة الثانية وبنكون ختمنا مين هذا الفصل فبتمنى لكم حبايبي بكل التوفيق وربي يعطيكم العافية